قل لي يا بيزي بي يا بيزي بي لا مش تقول لي يا بيزي بي يعني انت بيزي بي حتقول لي حاجة حاجة خلاص ما تقوليش اوكي لا بس قل لي يا بيزي بي هو احنا لغاية دلوقتي اخدنا كام حالة بييجي فيها الفيرب في المصدر زائد ing فيرب انفينيتيف بلاس ing الحالة الاولى والحالة التانية والتالتة يبقوا معرفش I don't know هاي بيز هاي سوسكا سوسكا هو احنا لغاية دلوقتي اخدنا كام حالة فيها فيها في الانفينيتيف في المصدر زائد ing اصدق في منهج جريد 5 لغاية unit 2 ياس ده سؤال سهل جدا اوكي جاوبي لا انا ما بعرفش اللي الاسئلة الصعبة بس انا اقولكم اتفضل يا بقلز اقول اول حاجة خدنا اني لايك لما تيجي لوحدها من غير وودو من غير تو بيجي بعدها verb plus ing يعني لايك مش وراها تو يجي بعدها verb plus ing i like playing football ايه ده يا بقلز انت بتذاكر من ورانا؟ اه طبعا لازم كلنا نذاكر عشان يبقى شطرين واصحابي كلهم بيذاكروا طيب انا هقولك تاني حالة يا بقلز good at bad at great at كلهم بيجي بعدهم verb plus ing i am good at swimming suska is bad at running بقلز is great at speaking english but busy b is bad at speaking english انا بقى هقولكو حالة ثالثة how about about بيجي بعدها verb زائد ing how about buying an ice cream كده قلنا كل حاجة لا لسه فيه am و is و are بيجي بعدهم verb زائد ing اللي هو مضارع مستمر present continuous he is playing handball i am playing football we are playing basketball فاضل كمان حاجة يا بقلز انت و busy b ما قلتهاش ايه هي يا سوسكا اسامي الالعاب الرياضية اللي هي مكونة من فعل زائد ing زي swimming و زي sailing السباحة والابحار طبعا يا سوسكا وفي حالات كتير للverb في المصدر infinitive plus ing بس دول اللي احنا اخدناهم لغاية دلوقتي في منهة grade 5 unit 2 طيب لما نيجي نضيف ing لفعل لverb بنحطه كده و خلاص ولا في حاجات معينة بناخد بالنا منها انا باخد بالي من بتاع الايس كريم اللي على الشاطئ ده سودو اي و انا كمان باخد بالي من الايس كريم يعني انتو بتضيفوا ing كده و خلاص سوسكا لتس بوي ايس كريم يلا نشتري ايس كريم ميس ايمان وات بقلوس جاهز يا فندم و هنسمع كل الليسن هاي كيدس هاي ميس ايمان ميس ايمان احنا عرفنا دلوقتي الحالات اللي بنستخدم فيها verb زائد ing وعايزين نعرف لما نضيف ing لفعل ناخد بالنا من ايه اه عايزين نعرف مش عايزين ايس كريم اه مش عايزين ايس كريم ممكن تفهم الدرس وبعدين تشتري ايس كريم يلا بينا ناخد الكلمات الجديدة والجرامر الجديد بس لو لسه ما اشتركتش في القناة ما تنساش تشترك وحط لايك لبيزي بي وبقلوس و سوسكا من دلوقتي وكمان هتلاقي في صندوق الوصف رابط جروب التليجرام للتواصل وحل التدريبات اهلا بيك اوكي ميس ايمان فاهمينا وبعدين احنا هنرجع تاني عشان درس الماث عندنا ماث النهاردة اوه عندنا ماث اولا كل الكلام اللي قالوه اصحابنا بقلوس بيزي بي اند سوسكا كله صح يعني انا عندي الفيرب بلاس اي ان جي الفيرب او الفيرب بزود له اي ان جي في الحالات دي وطبعا انا بديف الاي ان جي لفعل في المصدر في الانفينتف يعني الفعل بدون اي اضافات ماينفعش اجيب في اضافات اصلا يعني مثلا مضاف له اي جي بتاعت الماضي وانا اضاف له بعديها اي ان جي لأ لازم يكون ما عندوش اضافات اصلا يبقى اي اضافة بتضاف لفعل في المصدر ده الاتفاق الاول بيننا نشوف بقى بتيجي فين الفيرب في الانفينتف في المصدر زائد اي ان جي بيجي بعد like زي ما قالو وبعد good at bad at great at وبعد how about خدوا بالكو هو مش بس بعد at هو بعد اي حروف جر بعد in بعد on بعد of بعد boy بعد with بعد اي حرف جر بيجي فيرب بلاس اي ان جي الا two two بيجي بعدها الفيرب في الانفينتف في المصدر وكمان في بعض الحالات ممكن بيجي بعدها فيرب زائد اي ان جي بس احنا ما خدناهيش احنا الغيط دلوقتي بالنسبة لنا two بعديها المصدر انفينتف يبقى عندنا هنا good at bad at great at how about برضو فيرب بلاس اي ان جي انفينتف بلاس اي ان جي وكمان بيجي بعد فيرب تو بي am او is او are عشان يكون لي المدارع المستمر زي ما قال بولوس بالزبط في الامثلة بتاعته وكمان بعد was aware عشان خاطر يعمل لي الماضي المستمر يعني المهم بيجي بعد فيرب تو بي باي تصريف سواء مدارع او ماضي وكمان الفيرب زائد اي ان جي بيكون لي اسماء كتير من الالعاب الرياضية زي مثلا swimming السباحة sailing الابحار running الجاري وهكذا واصحابنا شرحو لنا الموضوع ده كويس جدا وكمان قالوا لنا امثلة على كل الحالات دي احنا بقى هنتكلم دلوقتي على اما اضيف اي ان جي للفيرب هل بضيفه كده وخلاص اروح اشتري ايس كريم ولا لازم اخد بالي من حاجات وانا بضيف اي ان جي يلا نشوف اول حاجة باخد بالي منها عند اضافة اي ان جي اذا كان الحرفة قبل الاخير متحرك يعني الاخير يكون ساكن واللي قبله يكون متحرك انا بضاعف الاخير يعني ايه بضاعف يعني بكتبه مرتين فزي عندي هنا مثلا سويم عندي الاخير ام وده كونسننت ساكن وقبله ايه ده فاول متحرك يبقى اذا حكتب الام مرتين تبقى سويم سويمين وهكذا رن عندي الاخير كونسننت ساكن اللي هو ان وقبله يو متحرك فاول فاذا حكتب الان مرتين رنن طيب يبقى سويم ورنن ضعفة الام ضعفة الان وهكذا اي فرب زيهم لكن ايت اما اجي اضف لها اي ان جي بحط لها الاي ان جي عادي ما بضعفش الحرف الاخير اللي هو تي ابدا 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 ليه بقى علشان انا لسه قيلة فوق ان الحرف الاخير بيتضاعف لو كان عندي الحرف الاخير واحد بس ساكن وقبليه واحد بس متحرك لكن لو الاخير اتنين ساكن او قبله اتنين متحرك زي هنا ايت قبليه اي واي يعني اتنين متحرك يبقى مضعفش بضاعف فقط اذا كان واحد ساكن قبله واحد متحرك وقبله فاول واضحة هي وسهلة جدا عايزين بقى نركز عشان نتأسس مظبوط تاني حاجة اخد بالي منها ان لو الفرب بتاعي اخره اي غير منطوقة يعني ما بنطقهاش بحذفها واضيف يعني ايه بنطقها وما بنطقهاش عندي هنا مثالين على فربين راية ت تلاحظ ان انا بقول ت اوصل لغاية ت وما بقولش ال اي يبقى ال اي هنا غير منطوقة ما نطقتهاش لكن الفرب التاني بي بنطق ال اي ده طبعا مصدر فربته بي بي في اي منطوقة راية في اي غير منطوقة اما اجه اضيف اي انجي بقى اللي ما بيتنطقش مالوش لازمة بحذفو هو جابو لنفسه مش بيتنطق لي يعنى الاي هنا لغلطانه مش انا لغلطانه حعذف الاي وحط اي انجي مش هي اللي غير منطوقة جابته لنفسها بقى لكن بي الاي منطوقة يبقى مقدرش اجي جنبها احط الاي انجي وخلاص رايت احذف الاي عشان غير منطوقة بي اسيب الاي عشان منطوقة الحالة الثالثة حبايبي اخد بالي ان لو الفرب بتاعي اخره ie فانا ححولهم ل y حقلبهم y وبعدين احط ing زي هنا عندي lie اللي هي يكذب فانا بحولها ل y وبتبقى line وبعدين طبعا ملاحظين ان الجي ما بتتنطقش في ing هي والن بيتنطقوا مع بعض ان فيها غنة بتخرج من الانف ويكون لساني تحت swimming running writing peeing lying دلوقتي بقى تعالوا نقضوا ال new words كلمات الجديدة ونشوف باقي الليسن بتاعنا عندي بعض الالعاب الرياضية هنا اول حاجة فيها لعبة taekwondo taekwondo اللي هي لعبة اللي بنقول عليها taekwondo 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 وفي بحسي في الكلمة دي برضو لقيت فيه نطق تاني او لكنة تانية انجليش برضو بتقولها taekwondo على طول taekwondo 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 table tennis table tennis طبعا هي تنس الطاولة كلنا عارفينها table tennis table tennis سهلة جدا table tennis table tennis table tennis table tennis اما لعبة البازل او تجميع الاجزاء عشان نكون صورة فهي اسمها juic sus طبعا هنا الشي بقولها جا 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 لكن الجي بقولها جا و سو بقولها زي صور اللي هي الماضي بتاع صي juic soز juic soze juic soz جيكسوز أما تشيس يعني شطرنج وطبعا احنا كلنا عارفين لعبة تشيس والسي اتشي هنا بقولها تشا تشيس 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 شطرنج تشيس 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 طبعا انا بقول كتير حبايبي عشان تقولوا ورايا وعشان يعني تخرجوا من السيشن عارفين النطق السليم للكلمات تشيس تشيس تيم فريق تيم 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 وإن أتيم يعني فيه فريق يعني يعودوا في الفريق إن أتيم إن أتيم والفريق ده دو جيكسوز دو جيكسوز يكون من البازل كلمة تيم فرنج هي اللغة الفرنسية ودي ألوان عالم فرنسا فرنج 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 والسي اتش بقولها تشا تشا فرنج 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 وهي اختصار لكلمة ماتيماتيكس اللي هي الرياضيات بتقول ورايا طبعا و لازم أطلع لساني في التي اتش أما بوام يعني قصيدة قصيدة اللي بتبقى زي الشعر كده بوام boom كيتشن كلمة واخدنا قبل كده كتير كيتشن مطبخ كامل يعني جمل المكان اللي بيعيش فيه الجمل اللي هو الصحراء طبعا احنا دول خدناهم كتير فقلناهم شوي صغيرين طيب انا لو عايز اقول عبر الصحراء هقولها ازاي across the desert يعني عبر الصحراء across وهنا القوبة اقولها across the desert ولما حب اقول لحد اعمل كذا بمفردك بنفسك لوحدك اقوله on your own on your own يعني بنفسك بمفردك on your own on your own on your own on your own بنفسك on your own on your own on your own on your own سهلة جدا صح؟ هنا عنتي بعض الافعال في تصريفاتها الباكس الاول ده فيه regular verbs اللي هي الافعال المنتزمة اللي هي بجيب المدارع احط له e d او لو هو اخر اي احط له دي بس او لو اخر y قبلها ساكن بحذف ال y وحط اي وبعدين احط ال e d فيديني الماضي لما اضيف ال e d d يبقى يديني الماضي بتاع ال verbe ودي الافعال الباكس التاني الافعال irregular اللي هي غير منتزمة اللي ما ينفعش ولا حط لها e d ولا d ولا i e d ولا اي حاجة انا بحفظها كل واحد بحفظ الماضي بتاعه ايه لان كل واحد حالة لوحده نقرأ الاول regular verbs الافعال المنتزمة climb وال b هنا اي كلمة اخرها m b بتبقى ال b silent ما بنطقهش لكن لو كانت p بنطقها climb climbed climb climbed jump اهي جيت اهي اخرها p بنطقها jump jump it وال e d هنا بقولها t jump jump it walk walked وبرضو هنا ال e d بقولها t لان اي verb عندي اخره sound p او k انا بنطق ال e d t walk walked tidy tided tidy tided practice practiced برضو هنا ال e d بقولها t عشان الكلمة اخرها sound sa انا منيجدعو انه هو حرف c انا لا يضعو بالsound sa practice practiced practice practiced هنا بقى عندي irregular verbs الافعال غير المنتظمة اللي هي زي ما قلنا كل واحد ليه مودي الوحده speak spoke speak spoke speak spoke write wrote write wrote write wrote make made make made make made draw 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 drew drew draw انا بحاول اقرأ الكلمات كتير بقدر المستطاع عشان تقولوها ورايا ولو عايز تسمعها تاني ممكن ترجع حتة كده في الفيديو تسمعها تاني بس أهم حاجة تردد وراي طبعا حبايبي عارفين أن لما بيجي لي سؤال بواي لماذا بجاوب عليه بيكاز لأن لأن بيكاز بيجي بعدها السبب وواي بتسأل عن السبب أصحابنا بيقولولنا عن رياضة اللي بيلعبوها وبيقولولنا كمان السبب ليه هم جيدين في لعبة I am good at table tennis أنا جيد في لعب table tennis اللي هو تنس الطولة بيكاز لأن I can move fast أنا أقدر أتحرك بسرعة لأن اللعبة دي بتحتك حركة سريعة عشان تقدر تلعب What sport are you good at ما اللعبة اللي أنت جيد فيها هو بيكلمك أنت بقى عشان أنت تقوله أنت جيد في رياضة إيه الرياضة اللي أنت جيد فيها وتقول زيه السبب برضو الصديقي التاني بيقول I am good at football أنا جيد في كرة القدم بيكاز لأن حيقول بقى السبب بيكاز بيجي بعدها السبب بيكاز بيجي بعدها إيه؟ السبب بيكاز بيجي بعدها إيه؟ السبب والسبب بيجي بعد إيه؟ بعد بيكاز صحي كده؟ I practice a lot أنا بتضرب كتير practice a lot يتضرب كثيرا What sport are you bad at إيه الرياضة اللي أنت سيئ فيها؟ طبعا أكيد كلنا بنبقى جيدين في بعض الألعاب وسيئين في الآخرين يعني فيش حد جيد في كل حاجة فهو هنا بيسأل إنت باد أت إيه؟ أي رياضة listening script عندنا هنا Hi I am Dalia أنا Dalia I am good at playing football أنا جيدة في لعب كرة القدم and making cakes وصناعة الكيكة I am bad at playing handball أنا سيئة في لعب الهندبول كرة اليد آسر is my brother آسر أخي He is good at playing tennis هو جيد في لعب التنس and he is bad at helping me in the kitchen وهو سيئ في مساعدتي في المطبخ My sister's name اسم أختي is salma وطبعا الأبسترو في اس اللي بين السيستر ونام دي أبسترو في اس الملكية اللي بتخلي اللي بعدها ملك اللي قبلها مين اللي بعدها نيم واللي قبلها سيستر يبقى النام بتاع السيستر يبقى النام بتاع الاسم بتاع أختي is salma اسمها salma she is good at doing math هي جيدة في الرياضيات she is bad at tiding her room وسيئة في تنظيم أو ترتيب حجرتها her room her هنا طبعا صفة ملكية للبنت her room حجرتها لكن للولد بتبقى his room حجرته part two listen to عبارة عن math adding and subtracting decimals يعني جمع وطرح الكسور العشرية نقرأ بقى دلوقتي الكلمات دي add يجمع add add treat treat يتعامل treat 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 position وهنا ال-o في position بتبقى شوى خفيفة يعني ما بقولش position position و-t-i-o-n بقولها شن position position original يعني أصلي original 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 أصلي original total total يعني المجموع الكلي total 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 distance 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 مسافة distance 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 مسافة distance subtract 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 يعني يطرح subtract 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 whole number هو الرقم الصحيح أو العدد الصحيح whole number وزي ما قلتلكم قبل كده حبايبي هنا ال-wh أنا في العادة بنطق ال-w الأول زي كلمة one where ال-w بتنطق وال-h بتبقى silent لكن كلمة زي whole أنا بنطق ال-h وال-w هي بتبقى silent ليه؟ عشان بعدها o عشان ال-h صاحبة ال-o لما بتيجي صاحبتها o h بتيجي هي وصاحبتها هيجو مع بعض في النطق طبعا يبقى فيه o بعد ال-h ال-wh حنطق ال-h مفيش o حنطق ال-w عشان ال-h هتزعل مش حتتنطق w-h بعديهم o حنطق ال-h بعديهم حاجة تانية حنطق ال-w whole number whole number match 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 يعني يتطابق يعني يبقوا زي بعض بالزبط match 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 أما some يعني عملية حسابية some some عملية حسابية some 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 أما weight يعني وزن weight 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 وزن weight هنا ال-gh بتبقى silent weight weight أما decimal point هي العلامة العشرية اللي هي بتبقى النقطة اللي بتاعت من عشرة من مية وهكذا decimal point decimal point decimal point decimal point decimal point تقول ورايا decimal point decimal point decimal point دلوقتي هنتكلم عن adding and subtracting decimal numbers يعني جمع وطرح الأعداد العشرية عشان أجمع أو أطرح رقم فيه أعداد عشرية أو كسر عشري بتعامل مع الأعداد العشرية زي الأعداد الصحيحة بالظبط ولكن لازم العلامة العشرية تكون في نفس المكان بالنسبة لكل الأرقام اللي أنا بتعامل معها يعني مثلاً يعني مثلاً زي هنا العلامة العشرية بعدها خنتين زي بعض وهنا بعدها تلاتة زي بعض يبقى عدد الخنات يمين العلامة يكونوا قد بعض بالظبط ولو كان عندي عدد أقل في الخنات فأنا بزود له زيرو في خانة يعني زي هنا مثلاً سكستين دي لو هي في الأصل سكس لقيتها سكس فأنا بزود لها الزيرو عشان تبقى خنتين زي ففتي ون يبقى نفس عدد الخنات ثري أو فور زي بعض بالظبط بعد كده بتعامل عادي خلص وبنزل العلامة في مكانها البوينت في مكانها بالظبط نشوف كده في المسألة الأولى سيفن بلاس هنا هنجمع بلاس يعني زائد يعني هنا هنعمل آدن إضافة جمع سيفن بلاس فايف إيكولز تولف يعني تولف حكتب التو وعادي خلص زي ما انتم متعودين في الماث حضيف الوان لسكس تبقى سيفن فحتبقى سيفن بلاس فور إليفن فأنا حكتب الوان والتن حضيفها كوان لثري تبقى فور فور بلاس وان إيكولز فايف يبقى أنا كده جمعتهم وبعدين أنزل العلامة اللي هي ديسمال بوينت مكانها ديسمال بوينت العلامة اسمها ديسمال بوينت اللي هي العلامة العشرية وبعدين حجمها عادي بقى اتنين وثمانية عشر عادي خلص يبقى إحنا بنجمع عادي خلص وبننزل ديسمال بوينت في مكانها أما بالنسبة للسبتراكت اللي هو الطرح فبردو عادي بحطهم بنفس الطريقة عندي هنا زيرو ماينس ماينس يعني نقص زيرو ماينس وان طبعا مش هينفع لأن الزيرو أصغر فإذا هنجيب من السيكس وان بتن هتساوي عشرة وبعدين السيكس نفسها هتبقى فايف يبقى تن ماينس وان ايكولز ناين السيكس طبعا بقت ايه بقت فايف ماينس فايف ايكولز زيرو وبعدين هنزل الديسمال بوينت في مكانها عادي واكمل الطرح بتاعي ايت ماينس سيكس ايكولز تو يعني بتراحوا عادي خالص زي ما انتو متعودين في الميث او في الحساب طيب انتو ده متعودين عليه وسهل خالص بالنسبة لكم اللي عايزين يركز عليه solving problems اللي هي المسائل الكلامية وازاي افهم المسألة نفسها بالانجليش عندي كلمتين مهمين جدا لو انا عرفتهم هيسهلولي الموضوع واعرف ان انا حجمع او هطرح فيه المسألة اللي قدامي لو قالي the difference كلمة difference معنيها اختلاف اختلاف ولكن هنا هي جاية بمعنى الفرق فلما يقولي the difference الفرق يبقى حطرح Subtract يقولي the difference اطرح the difference طرح the difference الفرق طرح اجيب الفرق اطرح the difference اطرح the difference اطرح the total اللي هو المجموع يبقى اجمع the total اجمع the total المجموع الكلي اجمع the total اجمع the difference اطرح the total اجمع نشوف بقى عندي المسألة دي if one tree is three point four hundred fifty nine meters طول فده كده الرقم ده ده الارتفاع بتاع الشجرة and another tree وشجرة تانية is two point seven hundred fifty three meters والتانية ارتفاعها الرقم ده طيط طول يعني ارتفاع طولها يعني what is the difference قال لي the difference يبقى اطرح what is the difference in height between both trees ما الفرق او او الفرق بين الطولين بين الشجرتين فاذا انا اطرح هحط الرقم الكبير فوق والصغير تحته واطرحهم nine minus three equals six five minus five equals zero equals يعني يساوي ممكن اقول is يعني ممكن اقول equals يساوي ممكن اقول is يعني اقولها five minus five is zero او equals zero اللي اتنين صح حاجة بقى اقول four minus seven مش هينفع مش هينفع اني اطرح السبعة من الاربعة seven from four مش هينفع عشان الفور اصغر فحروح ايه زي ما احنا في المسائل الكلامية عندنا في العربي بنقول نستلف ناخد فهنا هناخد one from three we will take one from three هناخد واحد من التلاتة طبعا الواحد هيبقى بعشرة هنا بتن فحيبقى 14 فالاربعة دي هتبقى 14 minus seven equals seven طب three three now it's two دلوقتي بقى two عشان احنا اخدنا منها one يبقى two minus two is zero is zero is zero equals zero the other problem المسألة التانية بيقول لي جيهان رونز three point five hundred sixty seven كيلومتر كيم اختصار لكيلومتر on sunday يوم الاحد and five point two hundred fifty eight كيلومتر on tuesday يوم التلات what is the total distance ايه هي المساحة الاجمالية او مجموع المساحة اللي هي جاريتها the jihane rain كل اللي جاريته جيهان على بعضه قد ايه فهنا total زي ما قلت في الاول يبقى حاجمع فهكتب هنا الرقمين هنا بقى مش مهم من الكبير ومن الصغير مش شرط لان احنا غير الطرح الطرح بنحط الكبير فوق فهنا هنجمع برضو من ناحية اليمين seven plus eight equals fifteen هنكتب five والواحد نزوده على six تبقى seven plus five equals twelve نكتب الاثنين two وبعدين one نحطه على five تبقى six six plus two equals eight يبقى تحت هنكتب eight وبعدين هننزل decimal point العلامة العشرية في مكانها three plus five equals eight هنا solve the problems يعني هنحل المسائل دي one طاهر بايز two watermelons اشترى بطختين one ويز واحدة منهم تازن وزنها two point sixty five كيلو جرام طيب والتانية and the other والاخرى ويز تازن three point two كيلو جرام طيب هو عطاني دلوقتي الوزن بتاع البطختين find وجد the total weight عايز الوزن الإجمالي of both watermelons بتاع البطختين يبقى انا هنا هعمل ايه حجمة فحكتب two point sixty five plus three point two equals يساوي بس انا حلاقي كده اني آه يمين decimal point علامة العلامة العشرية فيه هنا خانتين وهنا في خانة فاذا لازم اخليهم زي بعض يبقى هنا عند two حكتب zero عشان يبقوا خانتين لان اتنين من عشرة هي هي عشرين من مية zero plus five equals five two plus six equals eight وبعدين انزل decimal point في مكانها العلامة العشرية واكمل جامع three plus two equals five five point eighty five كيلو جرام الطلب التاني لو بيقول لي the weight difference between the watermelons يبقى هو عايز الفرق the difference على طول اروح عامل ايه اروح طارح subtract طيب هنا بقى لازم احط الاتقل الاول الكبير الاول وبعدين الرقم الصغير عشان ده طرح فهنا حكتب three point twenty minus two point sixty five equals point fifty five كيلو جرام طبعا انتو شاطرين في الجامعة والطرح احنا بس مجرد بنعرف ان احنا حنيفها من المسألة ازاي بالانجلش لكن الجامعة والطرح عادي اللي انتو متعودين عليه سواء في الماث او في الحساب العربي the second problem المسألة التانية بيقول لي فريدة one hundred meters in two point seven hundred sixty three minutes طيب دي المسافة اللي قدرت ان هي تسبحها والوقت اللي استغرقته زينب بقى one hundred meters برضو عامت نفس المسافة اللي هي مت متر in بس الوقت بقى مختلف او المدة الزمنية مختلفة two point three forty one minutes a بيقول لي who was faster فريدة or zineb طبعا اللي استغرقت وقت اقل هي الاسرع يعني اخدت نفس المسافة في وقتها اقل هي الاسرع يبقى طبيعي هنا زينب was faster than فريدة زينب was faster than فريدة هي الاسرع عشان اخدت وقتها اقل هنا بيقول لي how much faster is she يعني هي اسرع بقد ايه فانا هنا هطرح الوقت اللي استغرقته زينب من الوقت اللي استغرقته فريدة فحيطلع لي الفرق the difference الفرق في الوقت ونعرف زينب سبقت فريدة بكم دقيقة يعني وصلت قبلها بكم دقيقة فطبعا هنكتب الاول الرقم او الوقت اللي استغرقته فريدة اللي هو الوقت اللي استغرقته زينب اللي هو 2.341 equals .422 minutes دقائق وكده خلصنا unit 2 كله بتو بارتس بالجزئين بتوع لو استفدت من السيشن ما تنساش اللايك ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك ولو لسه ما دخلتش معنا جروب التليجرام اهلا بيك هتلاقي الرابط في صندوق الوصف استناني في حل التمرينات وكل يوم درس جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مس ايمان